البرازيلي إدواردو والفرنسي قوميز والإيطالي جوفينكو والكوري يونسو والسوري عمر الخربين والبيروفي كاريو يضحك سلطان يوم قلت يونسو ايوه مازم تنطقها بالتون حقه هي ها هو سلطان خبط السلطان الاحياني الصفقة هذه الى اي درجة انا شفت منظر استقبال لاعبين من 30 سنة وانا شوف اللاعبين الاجاري بيوصلون بزفة ويمشون لحالهم يرجعون بتاكسي هذا اللاعب تتوقع يرجع بليموزين ولا يرجع بتاكسي لا حسب ما شفنا من نعرف من سفيل هذا اللاعب ومساة المميزة قدمها سواء مع الفريقة وحتى مع المنتخب وحتى فيما كان الحاجة للهلال اعتقد انها صفقة مهمة لنادي الهلال شاهدنا الموسم الماضي كيف في اخر الموسم وطلت الخير من الموسم كيف الاصابات اللي حصلت الفريقة الهلالة في هذه الخانة وكيف تأثر وعمل ضرب كبير في مستوى الهلال اعتقد ان المواصفات اللي يمتلكها كوستافو كيلار حتضيف اضافة كبيرة متى ما احسن لوشيسكو في توظيف هذا اللاعب مع المجموعة بشكل كامل فيقدم الاضافة بشكل كبير في مركز يحتاج الهلال كتير صحيح هلال عنده اكثر من لاعب في هذا المركز ولكن ما يمتلك هذا اللاعب من خصائص وخاصة بالنسبة للافتكاك اعتقد انها حتضيف وحتقدم يعني بصراحة قيمة فنية الفريق الهلالي واضافة كبيرة هذا الموسم